إذن قرأوا اللقاء مهيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا منازع له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قال كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وفي رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى اللهم صلي وسلم وزد وبارك على إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفضليات وأيها الإخوة وأيتها الأخوات الفضلات وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام الموحدين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هذا درس من دروس العقيدة جبريل يسأل والنبي يجيب دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الغالية الحبيبة بأسلوب جديد ومنهج رشيد في سؤال سديد وجواب فريد من محرر العبيد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك من خلال شرحنا لحديث واحد من أحاديث من آتاه الله جوامع الكلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم إنه حديث عظيم الشأن جليل القدر يشتمل على الدين كله بل أقول لحضراتكم كل علوم الشريعة متفرعة منه متشاعبة عنه راجعة إليه إنه بحق يشتمل على الدين كله كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى وهذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري مختصرة ورواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم 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 كما بينت في اللقاءات الماضية وسأقتصر على رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتعمدت كما ذكرت أن أذكر متن الحديث في أول كل لقاء تبركا بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتداءا وليسهل على إخواني وأخواتي حفظوا هذا الحديث الجليل المبارك العظيم الشأن الجليل القدر الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني أبو خيثمة قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر كما سأبين إن شاء الله تعالى قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن ينادي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله جل وتعالى إلا بعد حدوثه ووقوعه ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد أي مثل جبل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ومن أجل هذه القضية الجليلة الكبيرة ساق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث العظيم الشأن الجليل القدر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كثيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها أو ربها في لفظ البخاري أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يعلمكم دينكم فالحديث يشتمل على الدين كله كما سنرى إن شاء الله تعالى لازلت أيها الأفاضل مع حضراتكم لذكر بعض الأسباب التي ترسخ وتؤكد وتدعم وتقوّ التوحيد في القلب قبل أن ندخل إلى هذا البستان اليانع الماتع وقبل أن نغوص صويا في هذا النهر العذب الفرات وقبل أن ندخل معا هذا المحراب المهيب الجليل تحدثت عن بعض الأسباب وأود الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى أن أواصل الحديث في بقية هذه الأسباب التي اخترتها ووضعتها لحضراتكم كتدعيم وترسيخ لحقيقة التوحيد في القلب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى التوحيد ردا جميلة إنه ولي ذلك والقادر عليه فأنا أدين لربي تبارك وتعالى بأن قضية التوحيد هي القضية الأولى وبأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعز والاستخلاف والتمكين هي تحقيق التوحيد أو تحقيق التوحيد أدين لله بأن الخطوة العملية الأولى على طريق العز والنصر والاستخلاف والتمكين في الأرض تحقيق التوحيد وأن طريق النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة طريق التوحيد طريق التوحيد فالتوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق والجنة والنار والسماء والأرض وأنزل من أجلها كل الكتب والصحف وأرسل من أجلها كل الأنبياء والرسل ذكرت بعض الأسباب منها معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ثانيا العلم والعمل ثالثا قراءة القرآن بفهم وتدبر رابعا التقرب إلى الله تبارك تعالى بالفرائض والنوافل خامسا ذكر الله جل وعلا على كل حال بالقلب واللسان سادسا تقديم ما يحبه الله جل وعلا عند تزاحم المحابة وتوقفت عند هذا السبب السادس في الحلقة الماضية التي انتهينا فيها إلى السبب السابع من أسباب ترصيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب السبب السابع هو فعل الطاعات واجتناب المعاصي رغبة فيما عند الله جل وعلا وخوفا من عذاب الله تبارك وتعالى نعم هذا سبب من الأسباب العملية التي تجدد الإيمان وترسخ التوحيد في القلب وتدعم التوحيد في القلب فعل الطاعات واجتناب المعاصي وهذه ترجمة عملية للتوحيد الذي وقر في قلب العبد الموحد إذ لا يليق بالعبد الذي وحد الله جل وعلا ورضي بالله ربا خالقا رازقا مدبرا ورضي بالله جل وعلا إلها معبودا لا يستحق العبادة سواه لا يليق به أن يخالف أوامر إلهه ومعبوده لا يليق به أن يراه الله جل وعلا حيث نهاه أو أن يفقده الله تبارك وتعالى أو أن لا يراه الله جل وعلا حيث أمره بل العبد فوق أي أرض وتحت أي سماء العبد الذي عبد الله وأفرده بالألوهية والعبادة فوق أي أرض وتحت أي سماء شعاره سمعنا وأطعنا قال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين المؤمنين الذين حققوا الإيمان وحققوا التوحيد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ففعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحك العملي هو المحك العملي لإظهار التوحيد ونحن قد اتفقنا أن العمل من مسمى الإيمان من الإيمان لا ينفك العمل عن الإيمان أبدا وذكرت أن الفكر الإرجائي قد نخر في جسد الأمة نخرى حيث أخرج العمل من الإيمان ولا يليق أبدا أن تردد أيها الموحد بلسانك وأن يعتقد جنانك دون أن تترجم هذا المعتقد وهذا الإقرار جوارحك وأركانك أقول لا يليق أبدا أن يردد لسانك يعني كلمة التوحيد وكلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يليق أن يقر لسانك وأن يعتقد جنانك وأن لا تترجم هذا الإقرار وهذا المعتقد جوارحك وأركانك لا بد إذا استقر التوحيد في القلب أن ينعكس على الجوارح وأن تخضع الجوارح بعد خضوع القلب لله تبارك وتعالى يجب أن يطيع الموحد ربه ويجب أن تطيع الموحدة ربها جل وعلا وأن يجتنب العبد الموحد المعاصي قدر المستطاع لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم وفيه قال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم الشاهد فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه لم يقل فدعوا منهما استطعتم لا وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أما الأوامر قد يصعب عليك أن تأتي بالأوامر كلها فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لكن لا تحتج بهذه الآيات إطلاقا على أنك لا تقدر أن تؤدي ركنا من الأركان أو طاعة من الطاعات بل لا تستطيع أن تجمع الطاعات لا تستطيع لكنك تستطيع أن تحقق التوحيد وتستطيع أن تحقق الصلاة وتستطيع أن تؤدي الصلاة وتستطيع أن تؤدي الزكاة إن كنت من أهلها وتستطيع أن تصور رمضان إن كنت من أهل الصيام والقدرة على ذلك إلى غير ذلك الشاهد أن الله ما كلف العبد بما لا يطيقه وبما لا يقدر عليه هذا هو المراد بقوله جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما ينفعش أجي على واحد ما بيصلش أقول له ما بتصلش ليه يقول له قال الله تعالى ليه يكلف الله نفسا إلا وسعها لا هذا استشهاد بالدليل في غير موضعه هذا استشهاد بالدليل في غير موضعه وفي غير مناطه ولا يلق أن تستذل بهذا في هذا المناط وإلا فنحن ندين الله بأنها آية وبأنه قول الله تبارك وتعالى المؤمن ممتثل للأمر مجتنب للنه هذا هو المحك العملي قال الرب العلي جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فيا أيها الموحد لله جل وعلا اعلم يقينا أن فعل الطاعات واجتناب المعاصي من أعظم الأسباب التي ترسخ التوحيد في قلبك ومن أعظم الأسباب التي تجدد وتقول إيمان في قلبك فحافظ على الطاعات واجتنب المعاصي وإذا زلت قدمك لبشريتك ولضعفك إذا زلت قدمك لبشريتك ولضعفك فجدد التوبة وسأذكرها الآن كسبب مستقل جدد التوبة وجدد الأوبة إلى الله تبارك وتعالى وأعلم بأن ربك جل وعلا يفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلال ربي والآيات في هذا المبك كثرة سأعود إليها الآن في إجاز شديد أيضا لا يتسع الوقت للتفصيل أقول إذن فعل الطاعات واجتناب المعاصي من أعظم أسباب ترسيخ التوحيد في القلب بل هي المحك العملي لتحقيق التوحيد وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلة وما أجمل وأروع وأكرم قول عبد الله بن المبارك رأيت الذنوبة ميت القلوب وقد يورث الذل إجمانها رأيت الذنوبة ميت القلوب وقد يورث الذل إجمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا لنتوب إليه وأن يوفقنا جميعا وإياكم لطاعته وأن يحفظنا وإياكم من الوقوع فيما لا يرضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا بإجاز شديد جدا ثامنا التفكر في نعم الله تبارك وتعالى وآياته ومشاهدة بره وإحسانه وإنعامه على خلقه التفكر في آيات الله نعم عبادة عظيمة قد غفل عنها كثير من الناس الآن ألو هي عبادة التفكر وعبادة التأمل والتدبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأصحاب العقول والقلوب الحية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض هذا التفكير حتما سيسلمهم إلى هذه الحقيقة الجميلة الكريمة ألا وهي؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وقال جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أنظر إلى هذه الآيات الكريمة في صورة النمل يذكرك ربنا تبارك وتعالى بآيات ربوبيته لتذكر في نهاية كل آية بمن يستحق العبادة والألوهية وحده بلا منازع أو شريك أإله مع الله أإله مع الله فعل ذلك أإله مع الله يستحق أن يعبد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لأولي العقول ولأولي الأبصار ولأولي الأفئدة يجب عليك أن تتفكر وأن تتدبر وأن تشاهد بر الله وإحسان الله وفضل الله عليك وعلى سائر الخلق يعني مطالعة المنة مع مطالعة التقصير وعيب النفس هذا يورثك الانكسار ويورثك الذل بين يدي العزيز الغفار إذا ما طالعت نعم الله عليك أنت شخصيا يعني أنا عاوز مع ليش شيء أخطب أي مسلم الآن ممن منى الله عز وجل عليه وأقول له أستحلفك بالله لو أعدت من ثلاثين سنة أو خمسة وعشرين سنة وقيل لك احلم كنت هتقدر تحلم بما أنت فيه الآن لن تستطيع نعم الله عليك لا حصر لها ولا حد ولا منتهى لفضله جل وعلا فطالع النعم وطالع الآيات من العرش إلى الفرش من السماء إلى الأرض واظر إلى جنايتك أنت وتقصيرك في حق ربك تبارك وتعالى ستورثك هذه النظرة بهذا التفكر والتدبر ذلا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا يرفعك الله به يرفعك الله به إن الله تعالى أوحى إلي ألا يتكبر أحد على أحد أو ألا يعلو أحد على أحد لأن الكبر لله تبارك وتعالى الكبرياء إزاره والعظمة رداؤه جل جلاله ولا نبغي لعبد أن ينازع الملك ملك الملوك في صفة من صفاته تبارك وتعالى انفرد بها وتفرد بها جل وعلا الشاهد أن التفكر والتدبر سيعرفك بربك نعم سيعرفك بربك يا أخي انظر إلى أي شيء في الكون من العرش من العرش يعني من السماء من العرش مش من العرش عرش الملك لا من العرش يعني من السماء من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض انظر إلى أي شيء ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر لتلك الشمس التي جذوتها مستعرة فيها ضياء وبها حرارة منتشرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشررة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والأصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسمى سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد سر مدى فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية أإله مع الله أإله مع الله ما أعظم الآيات وانا أعجب غاية العجب حين أرى إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله وطيب ثراه يستدله ببيضة يستشهد ببيضة ويقول هذا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز وبينه وكذلك إذ خرج منه حيوان سميع بصير من أين خرج هذا الطائر أو الكتكوت من أين خرج من أين جاءت هذه الحياة يا أخي تفكر وتنبر تفكر وتنبر وأعجب باستشهاد الشافعي بورقة التوت قال هذه ورقة التوت تأكلها الشاه فتعطينا لبنة وتأكلها الدودة فتعطينا حريرة وتأكلها الغزالة فتعطينا مسكة إنها لتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولما سئل هذا الأعرابي الذي تخرج من جامعة الفطرة ما الدليل على وجود الله جل وعلا وهذه لفظة تصح ما الدليل على وجود الله جل وعلا قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا دل كل ذلك على اللطيف الخبير يا أخي انظر إلى أي شيء كنت في زيارة الأمريكا وبعدين قالوا لي دخلت إلى جامعة من الجامعات فقالوا لي الفلاني البروفيسور الفلاني ده هذا الرجل غير مؤمن بوجود إله غير مؤمن بوجود إله يعني لا ديني قلت سبحان الله بروفيسور ولا يؤمن بأن الكون إلها يعني قد يتخذ إلها ولو بالباطل ولو كان إلها باطلة لكن لابد للعبد من إله يعبده إما أن يكون هذا الإله بالحق أو بالباطل لكن لابد له من قوة يرى نفسه مشدودا إليها منجذبا إليها وفق الله أهل التوحيد إلى الحق ذلك بأن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهو العلي الكبير وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل إن الله هو العلي الكبير فالشاهد قالوا الرجل ده لا ديني يعني لا يؤمن بوجود إله قلت سبحان الله طيب كيف أخاطبه فذكرني الله تبارك وتعالى بحوار بديع بين أبي حنيفة رحمه الله وبين بعض الزنادقة الذين أنكروا وجود الحق تبارك وتعالى واستخدمت الفكرة بطريقة عصرية كما يقولون فقلت له أنا تعجبت حين دخلت إلى هذا المدرج الضخم كيف أعد بين دي في لحظات وفي ثواني معدودات فانتبه قال ماذا قلت تعجبت بل كنت أخشى على رأسي وأنا أرى اللبنات تتطاير من السماء ومن الأرض لترص بهذا الإتقان والإبداع في هذا الجدار وفي هذا الجدار ثم كاد عقلي أن يطيش حينما وجدت هذه اللبنات تغطى بهذه الدهانات الجميلة وتعجبت وأنا أرى الأخشب تتطاير لتتكون هذه الأدراج بهذا الشكل البديع الجميل وأبحث ظللت أبحث هكذا كنت أقول له وظللت أبحث عن نجار يصنع هذه الأدراج بهذا الإتقان فلم أجد ثم نظرت فوجدت هذه الصبورة الجميلة قد وضعت في هذا المكان دون أن توضع في هذا المكان وأنا أتكلم الرجل اللي التفت إليها ويعني يتهمني بنظراته بالجنون بأنني رجل فقدت عقلي فتعجب جدا ثم ابتسم وقال يعني أنكر علي أن هذا الكلام لا يقوله عاقل قلت يعني تنكر هذا قال لا أنكر هذا هذا كلام لا يقوله إلا مجنون قلت سبحان الله سبحان الله تستنكر أن يقام هذا المدرج المحدود بدون صانع وتنكر أن لهذا الكون البديع خالق خلقه بهذا الإتقان والإبداع هل يقول بهذا عاقل الحياة البشرية كلها من خلق الله من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي جاء به رسول الله من عند الله جل في علا قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أشاهد أن نعمة التفكر ونعمة التدبر في كل شيء في الكون يورثك معرفة الله جل وعلا ويورثك حب الله سبحانه وتعالى ويرسخ التوحيد والإيمان في قلبك انظر إلى أي شيء من حولك لتتعرف على الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فتفكر في نعم الله وفي آيات الله تبارك وتعالى ثم تفكر في فضل الله جل وعلا على خلقه ولا تغفل أن تتفكر في تقصيرك وجنايتك أنت في حق ربك سبحانه وتعالى تاسعا انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه وأنا أقول والله لو سجد القلب سجدة بين يدي الرب تبارك وتعالى ما قام القلب من هذه السجدة حتى يلقى الله عز وجل صحيح نحن نركز في سجود البدن وأنا لا أقلل من شأن هذا بل يجب علينا أن نمتثل الهدي النبوي لكن قد يسجد الإنسان ببدنه دون أن يسجد قلبه دون أن يسجد قلبه دون أن يستشعر القلب معنى وحقيقة العبودية لله جل وعلا فالعبودية الشطران حب وانكسار حب وذل إذا كان الأصل اللغوي للفظة العبادة الذل فإن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب فليس عبدا لله من عبد الله بذل فقط وليس عبدا لله من عبد الله بحب فقط من عبد الله بالحب دون أن يذعن للأمر ودون أن يجتنب النهي فليس عبدا عابدا لله ولا تقل بأن ربنا جل وعلا لا يحتاج منا إلى طاعة هو سبحانه وتعالى غني عن العالمين لكنه أمرك ونهاك ويجب عليك أيها العبد المحب العابد أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي فالعبودية حب وذل وانكسار فانكسار القلب بين يدي الله جل وعلا من أعظم أسباب ترصيخ التوحيد وتدعيم الإيمان في القلب بل أنا أقول ما من طريق تسلكه إلى الله جل وعلا إلا وستجد الطريق مزدحما بالسالكين خلي بالك من الكلام ده ما من طريق تسلكه إلى الله إلا وستجد هذا الطريق مزدحما بالسالكين إن سلقت طريق التوحيد وجدت إن شاء الله تعالى الموحدين بكثرة إن سلقت طريق الصلاة وجدت المصلين بكثرة إن سلقت طريق الزكاة وجدت أهل الزكاة بكثرة إن سلقت طريق الصيام وجدت أهل الصيام بكثرة إن سلت طريق الحج وجدت أهل الحج بكثرة أقول وهناك طريق من أقصر الطرق التي توصل العبد إلى ربه جل وعلا ومع ذلك إن فتشت في السالكين إلى رب العالمين في هذا الطريق سترى قلة هذا الطريق هو طريق الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا هو طريق الانكسار والذل بين يدي الله جل وعلا والله الذي لا إله غيره لن يرفعك الله إلا بذلك وانكسارك إلا بعبوديتك ما أحوج العبد إلى تحقيق معنى العبودية بشطريها بالحب لله وبالانكسار والذل والعبودية الحقة لله جل وعلا بل أنا أرى أن ربنا جل وتعالى ما أثنى على أشرف عبد وأكرم عبد على المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أثنى عليه في أجل مقاماته إلا بصفة العبودية أثنى عليه بصفة العبودية في مقام الدعوة إلى الله وهو أشرف مقام وهو أشرف مقام ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننا المسلمين ومع ذلك أثنى ربنا جل وعلا على أشرف داع إليه وعلى أشرف مبلغ عنه وعلى أعرف داعية به جل وعلا أثنى عليه سبحانه بصفة العبودية لما قام عبد الله يدعوه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبد لم يقل لما قام رسول الله يدعوه لما قام نبي الله يدعوه بل عبد الله وأثنى عليه بصفة العبودية في مقام الإسراء فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل برسوله ولم يقل بنبيه وهو كذلك صلى الله عليه وسلم لكن انظر إلى صفة العبودية بل وفي مقام التحدي للمشركين قال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الشاهد وأيها الأحبة انكسار القلب لله يا أخي لما العجب يا أخي لما الدل ولما الكبر ولما الغرور أمعجب أنت بعلمك من علمك أمعجب أنت بكرسيك من مكنك أمعجب أنت بمالك من أغناك أمعجب أنت بسطوطك من هيأ لك هذا الفضل لله ابتداء وانتهاء ولا ينبغي أن تغتر بما أنت فيه بل انكسر بين يديه جل وعلا واعلم بأن انكسارك وذلك بين يديه رفعة لك في الدنيا والآخرة الله جل وعلا كما قلوا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء نعم أيها الأحبة انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا وافتقاره إليه لابد أن تستشعر فقرك إلى الله سبحانه إذ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لنا على فعل طاعة أو اجتناب معصية إلا بفضله وتوفيقه ومدده سبحانه وتعالى عاشرا مجالسة الصالحين الله سبب من أعظم الأسباب لترصيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد والإيمان في القلب مصاحبة ومجالسة الصالحين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سبحان الله إلا المتقين يخلاط صاحب إلا مؤمنة وليأكل طعامك إلا تقي اصحب الأخيار وابتعد عن الأشرار فالأخيار يذكرونك بالعزيز الغفار إن نسيت ويدلونك عليه جل وعلا إن غفلت ويذكرونك بالتوبة إن عصيت ويذكرونك بالحسنة إن أسأت هذا يجدد الإيمان لأننا ندين الله بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا معتقد أهل السنة الإيمان قول عمل ويزيد وينقص فصحبتك لأهل الطاعة تجدد الإيمان في قلبك لذا كان الصحابي رضي الله عنه يلقى أخاه ويقول هيا بنا من ساعة هو لا يريد أصل الإيمان لا إنما يريد زيادة الإيمان يريد أن يجدد الإيمان مع أخيه بذكرهما لله جل وعلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعمال البر والخير فاصحب الأخيار الناس صنفان مفاتيح خير ومفاتيح شر فاصحب مفاتيح الخير وابتعد عن مفاتيح الشر وكن أنت مفتاحا للخير مغلاقا للشر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فاصحب حامل المسك إما أن تشم رائحة طيبة وإما أن يعطيك من ريحه ونافخ الكير إما أن تشم منه رائحة كريهة وإما أن يحرق ثيابك فاصحب الأخيار ممن يذكرونك بالعزيز الغفار وبالنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وما أجمل وأروع قول إمام الجرح والتعديل علي بن المديني رحمه الله تعالى إذ يقول لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة نعم فيه ناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح بفضل الله جل وعلا أناس تتحول المحن بين أيديهم إلى منح انظر كيف تحولت محنة الردة إلى منح وبركة على هذه الأمة بوقفة الصديق رضي الله عنه وقفة أعادت هؤلاء الغوغاء ومكنت لدين الله تبارك وتعالى فهناك من الناس من تتحول المحن بين أيديهم إلى منح فاصحب هؤلاء لأنه لا شك ولا ريب أن المرأة على دين خليله كما قال الصادق صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل فتش عن صاحبك وفتش عن جليسك فلا تصحب إلا الأطهار ولا تجالس إلا الأخيار فمصاحبتك لهم عون لك على ترصيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب السبب الحادي عشر الحب في الله والبغض في الله وهذا باب عظيم وقد نتعرض له في موطنه وفي موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ونعلم أن هذه القضية الكبيرة قد ضعفت أواصرها في هذه الأزمنة والعصور بل ولا أكون مبالغا ولا مغاليا إن قلت لقد ضعف جدا الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وكذلك ضعف البراء من الشرك والمشركين مع أنه لا يصح لإنسان دين إلا بالولاء والبراء إلا بالولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشرك والمشركين والآيات في هذا الباب كثيرة بفضل الله جل وعلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وبتغاء مرضاته تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين لا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله وتيه من يشاء والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان أشاهد أن هذا أصل كبير أن يكون حبك لله وأن يكون بغضك لله وأن يكون عطائك لله وأن يكون منعك لله جل وعلا ومن الهدي النبوي إذا أحببت أخا من إخوانك أخبره أنك تحبه كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن رجلا كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال إني أحب هذا يا رسول الله قال أأعلمت قال لا قال فأعلم فانطلق وقال إني أحبك في الله قال أحبك الذي أحببتني لأجله فمن السنة أن تعلم أخاك أنك تحبه في الله وأنا أحبكم في الله امتثالا مني لهذا الهدي النبوي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولذلك لا تستغرب أن ينادى على أهل الحب في الله في هذه اللحظات العسيرة الشديدة كما في صحيح مسلم أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل أي في ظل العرش اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل أسأل الله جل وعلا أن يعيد إلينا هذه الأصرة الجميلة من جديد لأن عقد الولاء والبراء الآن صار يُعقد على غير هذا صار يُعقد على غير هذا فربما أحب أخا من إخواني لأنه يجلس معي لنفس الشيخ الذي أجلس بين أديه لأتعلم منه وربما أبغضه لأنه لا يجلس لنفس الشيخ الذي أتعلم منه أعقد الولاء والبراء يُعقد على مثل هذا أَيُعقد عقد الولاء والبراء على مثل هذا إِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ثم ربما يُبغض إنسان أخاه بدعوى أن بغضه لله وإن فتش وجد أن الهوى هو الذي يحرقه ويحركه هو الذي يحرقه ويحركه وأنه ما أبغض أخاه إلا من أجل هوا وإلا من أجل دنيا ما أبغضه لله والأمر دقيق ويحتاج إلى صدق أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الصادقين وينبغي أن نعلم أن من السبعة الذين يظلوهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بين هؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فقال ورجلاني تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالحب في الله وأن يجعل بغضنا لله وأن يجعل عطاءنا له وأن يجعل منعنا له وأن يجعل دخولنا له ومدخلنا ومخرجنا له وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا لذا السبب الثاني عشر هو سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والكبر والغرور أمراض خطيرة تهلك القلب بل وتهلك العبد بل اعلم بأنك لن تنجو في الدنيا والأخرة إلا بقلب سليم من هذه الأمراض وغيرها من الشرك والشك والغل والحقد والحسد والهوى إلى غير ذلك هذه أمراض يعني تدمر الدين وتنتزع الدين من أصوله في قلب العبد ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم نعم سلامة القلب من الشرك سلامة القلب من الشك سلامة القلب من الريبة سلامة القلب من الحسد سلامة القلب من الضغائن سلامة القلب من الهوى سلامة القلب من الشهوات سلامة القلب من الشبهات لا بد أن يجتهد العبد الموحد لله تبارك وتعالى في تطهير قلبه من هذه الأمراض وأنا أرى أن أعظم الأسباب العملية التي تطهر القلب من هذه الأمراض وغيرها التوحيد التوحيد أن تحقق التوحيد نعم لو حققت التوحيد وامتلأ القلب بالتوحيد وطرد التوحيد من القلب كل هذه الشوائب والأرباب والآلهة والأنداد والطواغيت التي تملأ القلب ما وجد في القلب سبيل لمثل هذه الأمراض المهلكة المحرقة ولا حول ولا قتل إلا بالله محال محال أن يبقى التوحيد في القلب وأن يملأ التوحيد القلب ويبقى في القلب بعد ذلك شيء من الشرك أو شيء من الإيمان بالطواغيت أو الآلهة والأنداد والأرباب وما أكثر الآلهة والأنداد والأرباب التي تعبد في الأرض من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فمن يكفر بالطاغوط ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوط على الإيمان بالله وهذا ما يسميه بعض علمائنا بالتخلية قبل التحلية بالتخلية قبل التحلية لابد أن تطهر القلب من كل هذا ليخلص القلب لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك يوم لا أنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه القلوب أربعة يصح هذا موقوفا على حذيفة رضي الله عنه وأضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدار تضعيفهم في سند هذه الرواة على ما أذكر على الليث بن أبي سليم ومتكلم فيه وإن كان الإمام أحمد لا يرد حديثه لكنني يعني أرى علة أخرى في السند تضعف هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حذيفة القلب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن هذا القلب الذي أشرق فيه نور التوحيد وأشرق فيه نور الإيمان قلب أجرد تجرد لله جل وعلا وتجرد من كل شيء قلب أجرد فيه سراج يزهر يضيء ينير فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر قال الله حكاية عن الهود وقالوا قلوبنا غلف ولا حول ولا قوت إلا بالله وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما ولا حول ولا قوت إلا بالله وبعض أهل العلم كشيخين عبد القيم رحمه الله يقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام فيقول قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض قلب سليم قال ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة ومن شهوة تناقض الأمر ومن غفلة تناقض الذكر ومن شهوة تناقض الإخلاص هذا هو القلب الأول قلب سليم وقلب ميت ولا حول ولا قوت إلا بالله وهو قلب الكافر الذي لا يسمع عن الله جل وعلا ولا يسمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتذكر إن ذكر قلب ميت ولا حول ولا قوت إلا بالله وقلب مريض وصاحب هذا القلب على خطر لأن مواد الإيمان تعرض عليه ولأن مواد النفاق تعرض عليه هذا القلب المريض تارة يغلب عليه الإيمان وتارة يغلب عليه النفاق وصاحبه على خطر لأنه لا يدري في أي وقت من هذين الوقتين يموت ومن ثم ينبغي أن يتعاهد الإنسان قلبه وأن يفتش عنه وقد ذكرت قبل ذلك لو مرض القلب بمرض عضوي ربما ينفق الإنسان كل ماله من أجل جراحة عاجلة لتوسعة شريان من شريان القلب مع أنه قد يمرض قلب العبد بل قد يموت بل قد يموت ولا يبحث ولا يفكر هذا العبد أو يبحث عن عالم رباني أو طبيب رباني من العلماء الربانيين ليصرف له دواء لمرض قلبه أو لموت قلبه وهو لا يعلم أن هذا القلب إن مات هلك العبد في الدنيا والآخرة إن مات فلم يسمع عن الله ولم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله هلك هذا العبد في الدنيا والآخرة نعم يوم لا انفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم فين بغي أن يتعهد كل واحد منه قلبه أيها الأفاضل فالقلب عليه مدار النجاة وعليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى في الدنيا لأن الحاقد والحاسد يأكل الحسد قلبه ويأكل الحقد قلبه فأول من يحترق بالنار الحسد هو الحاسد نفسه أول من يحترق بنار الحسد هو الحاسد نفسه لن يهدأ له بال ولن يقر له قرار إذا رأى أخاه في نعمة بل قلبه يحترق وفؤاده يحترق ولا يذوق طعم النوم ولا طعم الراحة فأول من يحترق بنار الحسد والحقد هو الحاسد نفسه هو الحاقد نفسه وهذه صفة ذميمة من صفات اليهود كما قال ربنا تبارك وتعالى فتعهد قلبك ولا تنسى كلام حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وما أروع قول أبي هريرة أيضا القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا تبقى لنا حلقة بإذن الله تعالى وسامحوني وانا مش مستعقل ما تستعقلونيش تبقى لنا حلقة إن شاء الله تعالى في أسباب ترسيخي وتدعيمي وتأكيدي وتقوية التوحيد والإيمان في القلب ثم بعد ذلك أشرع في ترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى وفي ترجمة سائر رجال السند لأخلص إلى الصحابيين الجليلين الكريمين لأخلص إلى عبد الله بن عمر وإلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولاه أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة الكريمة المباركة ولقاءنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل لنكمل بقية الأسباب وأسأل الله سبحانه أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير وطاعة وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال وأن يملأ قلوبنا بتوحيده وأن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة